بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفق قولي وشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الله فاضل يقول العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم أيها الأكارم بهذه الآية الكريمة نستهل اليوم هذا اللقاء من برنامج اشتراقات والذي سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن قيمة حفظ اللسان وذلك صحبة الدكتور شكر الباجي مرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور عبد القادر تقبل الله السيامة والقيام بمزيد من الأجر والثواب تقبل الله سيامة وقيام كل السادة النظارة متابعي الوطنية الأولى للتلفزة التونسية إن شاء الله ربي يكرمنا بمزيد من الخيرات والمبرات والحسنات في هذه الأيام الباقيات الصالحات من الشهر الكريم إن شاء الله يارب يتقبل مننا الصيام والقيام إن شاء الله يارب يجعلنا من عتق رمضان ومن الذين عفى عنهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين دكتور قيمة اليوم حفظ اللسان الحديث عن حفظ اللسان وما أدرك ما حفظ اللسان هذا الخلق الصغير في حجمه العظيم على مستوى الأجر والعظيم أيضا على مستوى الوزر المشكلة هو كيف يمكن للمسلم أن يحفظ اللسان في ظل هذه التحديات في هذه الإرهاصات المختلفة وهذه المشاكل التي تحيط به من هنا وهناك خاصة على مستوى الأسرة على مستوى العائلة على مستوى المجتمع المشكلة أنه يضطر الإنسان أحيانا إلى الحديث ولكن في حديثه كيف يجب عليه أن يحفظ لسانه شكرا دكتور مبارك الله فيك على اختيار مثل هذا الموضوع الهام وعلى حصره في كلمة أنه جهاز أو عضو صغير في الإنسان من حيث الحجم عظيم من حيث الشأن كما كالكلمة تاني خفيفة تاني في الميزان خفيفة تاني على اللسان ثقيلة تاني في الميزان أحنا هاللسان هذية اللي في الدرجة نعبره قوله ما فيه شيء ضم ولكن أخطر ما فما أخطر ما فما باعتبار أن الإنسان لابد هو يتحدث عن اللسان أن يسأل نفسه هل حفظت لسانك؟ هل استحضرت المولى سبحانه وتعالى وأنت تتكلم؟ هل أدركت الجرم الكبير الذي ممكن أن يحديثه اللسان؟ أحيانا دكتور كلمة ما عندها حتى معنى نقوله هاي شنية ذي كلمة هازها الريح ولكنها تتسبب لقدر الله في مشاكل عظيمة وكلمة كما قلنا هازها الريح تتسبب في خلق علاقات اجتماعية طيبة مباركة بين الناس إذن اللسان عنده أهمية كبرى باعتبار أنه هو اللي يعطيك صورة على الترف المقابل أولاً وهو اللي يحدد نوعية العلاقة التي يجب أن تكون بين الناس وهو وسيلة التخاطف في نهاية الأمر هو الأساس في مثل هذه العلاقات ولذلك نجد له صداً كبيراً في القرآن وفي السنة النبوية في استخدام هذا العضو بما يؤمن حياة الإنسان يا أخي آدم بشيباشي خاطب ربي سبحانه وتعالى مش باللسان ربي علمه وبيّن له وعلمه الأسماء ولكن أوجد له وسيلة وطريقة من خلال اللسان حتى يستطيع أن يتخاطب أحنا اليوم باشي لو لهذا اللسان لما تخاطبنا ولما تشرفنا بمحادثة السادة النظارة وإبراز منظومة القيم الشاملة والكبرى الموجودة في ديننا ولكن أحياناً نغفل نغفل عن قيمة هذا العضو وعن تأثيراته الكبيرة داخل المجتمع وكما قلت نعتبره كلام هذا الريح هو عمره مع هذا الريح لأنه تأثيره كبير نعم إذن هو نعمة الكلام نستطيع أن نقول نعمة من الله كبيرة جداً يجب أن نحمد الله عز وجل عليها وأن نشكر الله عز وجل أن أنتقنا وإن شاء الله يربي يكون هالنطق هذا يكون نطق خير إن شاء الله في هذا السياق وأنت ذكرت بأن أهمية حفظ اللسان والقرآن الكريم أشار إلى ذرورة أن يقول الإنسان القول الحسن وأن يكون كلامه كلاماً طيباً والإنسان يجب كذلك أن يقول ما يفيد الناس وما يفيد نفسه ولا يذر الآخرين ولا يدخل في بوتقة النفاق وفي بوتقة النميمة والغيبة وهذه الأشياء إذن عليه الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يعي ما يقول لأنه سوف يحاسب على ما يقول فهذه النعمة الحقيقة كما قلت منذ حين يجب أن يحمد الله عز وجل عليها وأن يدرك أن أهميتها كبيرة خاصة وأن القرآن الكريم تحدث عنها والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عنه أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني حينما يسلم المسلمون من لسانك ويدك أيها المسلم فأنت الآن حفظت اللسان وحفظك للسانك هذا الخلق البسيط لا يجب أن يخرج منه الخبيث والطيب في نفس الوقت يعني اللسان سبحان الله إنسان لما يقرأ القرآن الكريم ولم يذكر الله عز وجل ويسبح الله عز وجل كيف يتجرأ في نفس الوقت وهو نفس اللسان أن يذكر هذا بسوء وأن يغتاب هذا وأن ينم عن هذا إلى آخره فكيف يقدم اللسان على النقيذين معا الإنسان حري به إذن أن يراجع نفسه وأن يعي قيمة القول يعني لأن أي كلمة أحيانا كلمة بسيطة لا يدري لأن إنسان لا يدري قيمتها فترتفع به إلى درجات العلا إن كانت تلك الكلمة حسنة وإيجابية وتنفع الآخرين وإن كانت كلمة سيئة وخبيثة فتهوي به لا قدر الله في دركات جهنم والعياذ بالله إذن المسلم وهو الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الكلام وبنعمة تلاوة القرآن وبنعمة التسبيح لا يجذر به أن يسقط في مهاوي ومثالب الناس ويذكر ويغتاب الناس ويسقط في هذا الحرام الذي قد يؤدي به إلى مساوى وخيمة ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم شوف القيمة امتعى الكلمة طيبة نعم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة نعم أصلها ثابت فروح في السماء هكا اللسان وبرك الله فيك دكتور في الإشارة اللي خرج الكلمة الطيبة نعم اللي خرج الكلمة العطية نعم كيف تسمح لنفسك أيها المؤمن أيها الصائم أيها القائم أن تخرج منها لقدر أن يخرج منها لقدر الله كلمة خبيثة نعم هكا اللسان اللي متعك ربي باش تتذوق بيه وتفرق بيه بين الحامض والحلو والمالح هكا اللسان اللي قادر باش تتحرك بيه ما داخل الفكين مش تشعر بنعمة أخرى من عند ربي سبحانه وتعالى هاكي اللسان اللي تنجم من خلاله وتستطعم الماكلة وتستطعم الدواء وتستطيع أن تعيش فوقه هاكي اللسان اللي يقي الحلق متاع الإنسان ثم ينسى الإنسان كل ذلك ويستعمله في غير ما أراد الله له الإنسان دكتور عبد القادر هو سبب الغيبة والنميمة هو سبب الحقد والكرهية هو سبب الإشاعة الباطلة والمكذوبة هو سبب الفتن الموجودة بين الناس هذا هي اللسان واللسان أيضا هو وسيلة التعليم هو وسيلة التربية هو وسيلة التوجيه الذكر والتسبيع هو وسيلة استثمار حياة الإنسان فضلا عن الذكر كما قلت استثمار الإنسان لحياته فوق هذه الأرض والإنسان عليه أن يختار الإنسان عليه أن يتدبر وأن يختار مش بعد ما يقولش الله غالب والله يخطيني كيفاش يا سيد يا أنت تكلمت مش أنت اللي قلت كذا وكذا لا راني ما نقصدش نعم مش معناها ما تقصدش ربي أعطاك عقل نسيت نسيت كيفاش ربي أعطاك عقل هذا ذكرناك لتميز به بين لا موهى هنا الإشكال دكتور إحنا ما وديما إذا كان الترينو يخرج العشرة نوصلوا العشرة ودرج نقولوش لو أحنا وصلنا مخ لا قولوا الترينو فاتنا وإلا الإنسان يصبح رقت يلزم وفيق بش يصلي السلاء يتعدى في الطويل يا أولدي شبيك ما قمتش يقولك والله العظيمة خذتني عيني يخي شددتك عينك قتلك يجوره ماك أنت اخترت ذلك هنا أيضا أنت الذي ستختار أنت الذي ستميز بين الأشياء أنت اللي بش تختار طريق الحق أو لقدر الله طريق الباطل تسيب لسانك تذكر في العباد بالسوء تسبهم وتشيطنهم وتذكرهم بما يكرهون تجي الناس يعني ليلة مساء وأنت تحاول أن تجد بينهم الحقد والبغضاء والضغينة ما تحطيهمش الصحيح تقولوا كلام وأنت تمشي تحت كلام آخر تهز من هذا للأخ ويليتك تهز والفتنة أشده من القتل تهز الكلام ويليتك تهزه كما هو أما تفاوحه وتزيده تبدأ الجملة فيها أربع أو خمسة كلمات توصل فقرة فقرة بمقدم يخرجوا حديثوا شبراً ويصلوا ذراعاً وثم بعد ذلك إذن اللسان اللسان راهوا عنده قاعدة كما أي حاجة في الدنيا هذه والتعامل مع اللسان فيه منهج يا أخي هو اللسان اللسان اللي أعطاه لك ربي بيش تقول به ليجيه نعم أنت حتى بيش تتكلم نعم لابد أولاً أن تتخير الكلام ثم أن تتخير الوقت أيضاً يا أخي في كل وقت هو الإنسان يتكلم نعم أحياناً حتى في الشاعر يقولك فخير من إجابته السكوت السكوت الكلام وهذه النعم من الله عز وجل النتائج وخيمة حقيقة وأن أهندي ذكر في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو ينصح معاذ ثكلتك أمك يا معاذ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كف عليك هذا قاله قاله كف عليك هذا وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسينتهم نعم يعني الحصائد الألسن هي التي تؤدي بالإنسان إلى النار فعلى الإنسان أن يحفظ هذا اللسان و أن يتراجع هذا اللسان أيضا لا يجب أن يخرج منه إلا الطيب لا يمكن و هل يعقل أن يخرج من هذا اللسان و من هذا المعين الخبيث و الطيب في نفس الوقت غير معقول أيها المسلم المسلم يجب أن يخرج منه إلا الحسن و إلا الطيب و أن يكون منه المسك فقط هذا هو المسلم الحقيقي هذا هو السلام هذا هو الإيمان الحقيقي و أنا أذكر في هذا السياق أيضا يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول يا أيها الذين آمن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان المرصوص إذن الله عز وجل ينادي يا أيها الذين آمنوا هناك استغراب ودعوة للاعتبار وإلى التراجع يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يجب أن يكون القول مناسبا وملائما للفعل وأن يكون الفعل مطبقا لما قاله الإنسان إذن هذه المناقذة بين ما يقوله الإنسان وما يفعله في الحقيقة هي مسألة مهمة جدا حري بنا أن نهتم بها لكي تكون أقوالنا مطابقة لإفعالنا وهذا أدعى للانتشاري ولكي تصل الفكرة إلى الآخر ولكي يرتدع وينتصح الآخر لأن الإنسان حينما يسمعك تقول شيئا ويلاحظ أفعالك غير التي تقول فالحقيقة هو لن يصدق ما تقول ولن يقبل ما تقول وعليه حري بنا في أسرنا في مدارسنا في جامعاتنا في معاهدنا في الشارع وفي كل مكان أن يكون القول مطابقا للفعل هذه مسألة نعم شوف نستحضر الحديث متاع السيدة عائشة ذكرناها في هذه الحسة المباركة عديد المرات عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة قال تعالى وَمَا أَرْسَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إذا كان الرسول خلقه القرآن وهو رحمة للعالمين هل يعقل أن يتلفظ بالألفاظ النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء ما يتعنش لعبات وهذا كالأسف لو نشوفه في الواقع الحقيقة يزبنا نذكر به دكتور في واقعنا المعيش أحيانا الإنسان معناه يحشم الحقيقة بنمشي فيه معه الأسرة متاع ولأنه يسمع بعض الناس الغير متعاكلين على خاطرنا ما نسمعوش أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم على خاطرنا والكلمة هذه تحبها أنت برشا دكتور ما نتماعنوش في الآيات القرآنية الكريمة نعم على خاطرنا ما نتمثلوش سيرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الرسول سواء قبل البعثة أو بعدها كيفاش كان شنية الأوصاف اللي خلات الناس تقبل عليه شنية السلوكيات اللي خلات الناس تنظر له بعين كبيرة كان يكن صادق الأمين وربما صدق يعلام على الحمد للليسان وهذه صفة الأنبياء جميعا الصدق والأمانة والتبليغ والفضل هذه من صفاتهم المهمة والناس جميعا رمي يحبوا الصادق يحبوا الإنساني لكلام متاعه يحبوا الكلمة الطيبة الذي يفي بعهده وبإيمانه شوف دكتور الكلمة الباهية الناس كل تقبلها الكلمة الباهية تأثر في النفوس يا أخي في أي مجال من المجالات وفي أي قطاع من القطاعات كلما كانت هناك كلمة طيبة استطاعت أن تؤثر في النفوس في العائلة بيدها اشكونوا الشخص المرجع اللي تحبه الناس كل هو الذي يؤلف كيف يؤلف بين الناس بالكلمة الطيبة بالسلوك الحسن في جميع مجالات العمل المتاعنا رأوا إذا كان تلقى إنسان قادر على الكلمة الطيبة قادر على حفظ لسانه قادر على توجيه هذا العضو التوجيه الحسن رأوا هو الذي تحترمه الناس هو الذي تقدره هو الذي تسمع كلامه أما كما قلت إذا كان العكس نحن الآن ما ينجمش الإنسان يمشي مع عائلته في الشارع يخمعهم وسائل النقلة العمومية لأنه أصبح العادي أنك تسمع مثل هذا الكلام لو كان يأخف إنسان بشي يوجه وينصح طيب يعتبره شيء فاش قاعد يحكي السيدة ذاي إذن العملية مهمة هذا هو التحدي دكتور متاعنا في الحقيقة هو التحدي أحيانا حينما نترق بعض المواضيع وبعض القيم البعض قد تبدو له ربما بعيدة عن الواقعة أو في عالم النظريات لا نحن نذكر بهذا لأننا نريد أن ننقلها من ذلك العامة أو نأتي بها من ذلك العالم النظري إلى عالمنا الواقعي المعيش لا بد أن نفعل هذه القيم وأن نتمثلها نحن لكي نتقدم ولكي ننجح حاليا بنا أن ننزل هذه القيم على أرض على مستوى الفكر والسلوك خاصة دكتور وأنها أصبحت من الأشياء العادية نعم هالكذب والنميمة وهالكلام أحيانا نتنذر على بعض الناس ببعض الأشياء ظنا مننا أنها حاجة عادية وهي ليس حاجة عادية نعم تذكر أخوك بما يكره وحتى ما يكرهش وحتى ببهتان ما دخلك تتحدث عن فلان بما فيه ومع ما دخلك هل سمح لك بذلك نعم هي توا حتى في مستوى العلاقات الاجتماعية ولا العلاقات الإدارية ثم ما يعرف بحفظ سر نعم سواء كان المهني أو المعطيات الشخصية نعم أو غيرها هذا ليش تتنزل أيضا في حفظ هكالعلاقات وأهم أو أكبر وأفسد ما يدمر العلاقات هو اللسان بما يحدثه من شرخ داخل المجتمعات نعم سواء بالكلام اللي موجود ولا الموجوش موجود الإنسان ما هواش مطال ثم حدود اللي بجي نجم يتكلم فيها نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى في معاملته مع الآخرين نعم ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضوا من حول شمعناها فضا ما تتكلمش بالإقداء غليظ نعم اللسان ما ينتقش بالكلمات الطيبة نعم التي من شأنها أن تجذب الناس تجذب الناس لك تجذب لك الناس ره الإنسان بطبيعته ميال إلى الكلمة الطيبة ميال إلى اللين و تصديق لكلمك دكتور تصديق لكلمك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسان نعم يعني المسألة المرتبطة و كأنه اللسان هو الذي يعبر عن إيمان الشخص وهو الذي يعبر عن إيمان القلب فلا يمكن أن يتزن الإنسان ما لم يكن متوازن على مستوى القول وعلى مستوى الفعل فضلا عن هذا إذا الإنسان ربما أحيانا يتعرض إلى بعض الأحداث أو بعض الأشياء ويقولك لا يزمن أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أن في هذا السيق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت أحيانا يجب أن تعي أن الصمت أحيانا يكون دواء وأن يكون فائدة إذا كان ربما لقيت روحك في بعض الحالات لأنك يجب أن تقول أشياء وأشياء وربما هذا يخرجك عن الطين متاعك كما نقوله إحنا بالدارجة وخرجه الإنسان على أخلاقه السيئة هنا على الإنسان أن يصمت ويكبح جماحه ويكبح جماحه للسان متاعه لكي لا يقول إلا الخير فليقول خيرا أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا قولك دكتور الانتباه في الكلام أولا للإنسان أن يتكلم بما يعلم يجب أن يتحدث في الحاجة التي تعرفها وليس في أي مجال في المجال اللي بيش تحكي فيه نعم أن تتخير الوقت يعني ليس في أي وقت يجي أنصح نجي للسي عبدالقادر وهو في وسط مجموعة من أهليه وأقاربه ولا من أصدقائه وخلانه وقلوا شو بيك عملت كذا ولا شو بيك عملت كذا لا يعني الاقتصار على الكلام أو في الكلام عما ينفع نعم الشي ينفع وخاصة تخير الوقت علش باش نخلي هيك المجال متاعي نفع راهوا الكلام اللي يكون برشة برشة ومن غير فايدة ما ينفعش والكلام اللي ما هواش فيه وقته ما ينفعش كما الكلام اللي قبل وقته ما ينفعش والكلام اللي بعد وقته ما ينفعش لابد من تخير الزمان والمكان ودائما تم كلمة بركة نحب نختم بها تعرف كما قال دكتور عبدالقادر اللسان مربوط بالعقل وبالتخمان كما الإيمان؟ الإيمان تصديق وعمل نعم إذن دكتور فعلا هذا الحديث عن اللسان وعن كلام اللسان وما يقوله اللسان وعن ما ينتج من ذلك من أثار وإيجابيات في الحقيقة يجب أن ينتبه الإنسان لما يقول ولما يفعل لأنه كل إنسان سوف يحاسب على كل قول وعلى كل فعلا يفعله أيها السادة الأكارم يقول العزيز الحكيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم بهذه الآية الكريمة أيها لفاظا نختم اليوم هذا اللقاء ولكم منا كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة